تتزايد المخاوف في الشمال السوري من وصول كورونا إلى المنطقة ما دفع القائمين على مشفة لأبيض شمالي الرقة لرفع أهبة الاستعداد للتصدي للفيروس وإنشاء قسم خاص للحجر الصحي قسم معقم ومجهز بالمعدات لمن يعانون من مشاكل في التنفس هنا في قسم العزل الخاص بالكورونا العزل طبعا عزل كامل عن القسم المشفى عزل كامل الثانين اللي له ممر خاص له ما يدخل بالمرضى والمراجعين القسم معذول ومعقم الحمد لله رب العالمين ما إجانا ولا حالة حتى الآن في حال إجانا للحالة في هذا الأجهزة نضعه على الأجهزة ونقوم بالفحص الكامل الفرق الطبية في مشفة الأبيض مستعدة للتعامل مع أي إصابة قد تصل إلى المشفى لفحصها وإجراء الاختبارات اللازمة اختبارات تتم بتنسيق كامل مع الحكومة التركية هنا نحن بمشفة الأبيض لحد الآن الحمد لله ما شفنا ولا حالي لكن مجهزين أمورنا من شغلة 20 يوم شهر تقريبا من بداية 11 أذار تقريبا أي مريض عم يجي على الباب الرئيسي عم ناخده أتش حرارة فيه أعراض عنده أعراض تنفسية ضيق نفس سعال جاف حرارة مرتفعة فوق 38-39 فورا نروح الغرفة الأولى تبع الحجر الصحي نعمل له مسحة بلعوم نبعثها لتركيا إذا فيه أي اشتباه أوصابة ثم عزلوا لمدة 14 يوم واخت العلاج المناسب تجهيزات المشفى توضح جدية التعامل مع احتمالية وصول كورونا للمنطقة كل ذلك مترافق بتعليمات طبية تنصح الأهالي بالمكوث في المنازل واتباع إجراءات الوقاية والتعقيم والابتعاد عن الاختلاط والازدحام قدر المستطاع